حيث أنا اليوم نقول لك حاجة مستحيل الموسم القادم يديه تقنية الفعر ما عندناش العادة دي نتكافي من الحكام واحدة تمين هل الاتحاد الجزائي يكون القادم اليوم عنده المال باش يديه تقنية الفعر أنا أنا متأكد أنه احتمي ديه الفعر ما عندكش الحكام اللي يقعدوا في تقنية الفعر أنا عنا خبر ممكن موش به البرشة في رقرياضية وممكن زده موش به الاتوانساكل إنه الفعر إسكي موجود ولا مش موجود إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية للجميع مرحبا بكم فيديو جديد قبل ما أمدأ أتمنى أنكم تدعمونا بلاك الفيديو وخلويني تعليقاتكم في الموضوع الناس لم يشاركيش معي في قناة أتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا جرس بشيوصلكم ديما الجديد دينا وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو كما سمعتم معنا في المقدمة ديالو المشكلة الكبيرة ديالتقنية الفعر في الدوري الجزائري وكذلك الدوري التونسي الدوري التونسي الموصل الماضي كانت عندهم تقنية الفعر لكن الإعلام التونسي أكد على أن تقنية الفعر نجحت في العالم ولم تنجح في تونس لماذا لأنه كان عندهم خروقات كبيرة على مستوى ديال التحكيم واليوم ها هو الإعلام التونسي يؤكد أنه عندهم مشاكل كبيرة في كرة القدم في تونس وكان المشاكل كبيرة ما بين الوزارة وكذلك رئيس ديالجامعة وديع الجريء المتواجد الآن في السجن هذه الخلافات الكبيرة اللي كانت ما بين الوزارة والجامعة خلات الفيفا الدخل وهي اللي غادي تسير الكورة ديال في تونس هذا الموسم هي اللي غادي تجيب أعضاء من الفيفا اللي غادي يتكلفوا باش أنهم يقدوا يعطيهم الضوء الأخضر لا للبطولة كذلك للأندية وكذلك للمنتخب التونسي المقبل على تصفيات كأس أمامي إفريقيا المشكلة أيضا ديالتقنية الفعر لن تكون حاضرة فيها الدوري التونسي وكذلك أيضا في الدوري الجزائري لأكد الإعلام ديالهم بأنه صعيب صعيب جدا أنه باش يطبقوا تقنية الفار في الدوري الجزائري وهذا الموسم قروا أنهم يصفتوا واحد لات ديال الحكام ديال الفار يصفتهم يدربوا في مصر باش أنهم يقدوا يديروا تقنية الفار في الملاعب الجزائرية وفي الآخير النهار اللي غادي يديروا الفار غادي يقولك الله احنا لكنا سباقين في إفريقيا وحنا اللي ديرنا تقنية الفار إذن إخواني الفيروس الذي كان في الاتحاد الجزائري والمشاكل وخرقات انتقل إلى تونس واليوم هاي الفيفا هي اللي غادي تسير هذا الموسم كرة قدم في الدوري التونسي